اختتمت فعليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي للتمور والذي شهد مشاركة 214 عارضاً من عشرة محافظات بالإضافة لعدة دول عربية ومنظمات الأغذية وزراع الفاو يأتي المهرجان في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من أهم القطاعات الواعدة تحرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة نحن المعمل الوحيد المعتمد 17-25 من أسوان لغاية الجيزة سيادتك بنحفحص جميع المنتجات الغذائية المطلوبة للتحليل وده حيساعد بالنسبة لشركات التمور الموجودة أن نحن بنعمل لهم موضوع شهادات الفحص المسبق للتصدير وفي هذا السياق اختتمت فعليات مهرجان أسوان الدولي للتمور في دورته السادسة بمشاركة 114 عارضاً من عشر محافظات إضافة إلى المملكة العربية السعودية والسودان والليبيا والأردن ومنظمة الفاو الأغذية والزراعة المهرجان الدولي السادس للتمور على أرض أسوان طبعاً ده من إنجازات سادة الرئيس السيسي طبعاً هو مهتم بأسوان وعمل شغل الأسوان بأنه أتاح للمهرجان يقام على أرض أسوان وتحظى محافظة أسوان بوجود 3.3 مليون نخلة على أراضيها ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتين توشكا والعوينات المهرجان للأسف كان في اليوم الختامي كان نفس أحضرهم من أول يوم لكن انبهرت في اليوم الختامي وفي لجنة التنظيمة والدول المشاركة وفي قبول جميل من ناحية السياح والناس الموجودة في المهرجان وتمتلك مصر إمكانات تنفسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير الطمور حيث أخذت محافظة أسوان على عاطقها بناء رؤية استراتيجية مستقبلية بخريطة استثمارية جديدة بجانب إنشاء منطقة لوجستية عالمية للتجارة والتصنيع والنقل اللوجستي بوادي كاركر تجاه الأسواق الإفريقية النهاردة اليوم الأخير للطمور وفي إقباله الحمد لله كويس وإن شاء الله نشارك في مهرجانات كتير بإذن الله وانطلاق المهرجان الدولي السادس للطمور بأسوان يؤسس لمرحلة جديدة وواعدة للانتقال من مرحلة الزراعة والتجارة التقليدية في الطمور إلى مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة بالإنتاج المتخصص والتعبئة والتغريف والتصنيع لمنتجات تناسب كافة أصناف الطمور الجافة والنصف جافة مثل تصنيع مصحوق التمر وسكر التمر وخل التمر والكحول وغيرها حاجة جميلة وحاجة قيمة وحاجة مشهى الله جمهور مبسوط وإحنا مبسوطين وكل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة وإحنا كان نفسنا المهرجان ده أجهد شهر مش ثلاث أيام وأعرب المشاركون العرب عن سعادتهم الغامرة بتواجدهم في أسوان ونجاح هذا المهرجان الذي أعطى العديد من الفرص للمشاركين بالحصول على الخبرة من بعضهم مؤكدين استمرار مشاركتهم في المهرجانات القادمة فوق أرض مصر كما تواجد عدد من الأجانب من الجنسيات المختلفة داخل مكان المهرجان حرصوا على تناول وشراء التمور